معزائي طلاب مادة إدارة الأعمال المكتبية بالتعليم المفتوح المستوى الثالث قديم ومدمج أهلا بيكو للمرة الثالثة مع آخر محاضراتنا في مادة إدارة الأعمال المكتبية مع دكتور حنان حسين يارب تستفيدوا ويبقى بالنسبة لكم المادة سهلة على فكرة مادة إدارة الأعمال المكتبية طول عمرها مادة تقدير امتياز جيد جدا جيد أقل ما فيها فياريت تفضل كده حتى وإحنا بطريقتنا دي خلينا نقول حاجة بس مهمة أقولها لطلابي الأعزاء كلهم أنتو بتنجحوا بتسعة فالكمبيوتر بيقبلها عشرة على طول بيحسبها عشرة فبتبقى نجحت تقدر تجيب تسعة درجات من الثلاث محاضرات اللي احنا عملناهم دول إنما مش عايزين أي طريقة من طرق الغش بدل ما بتروح المواد وإحنا بنزعل بعد كده من نفسنا برضو هقول لكم حاجة طريقة الامتحان لو الامتحان بتاعنا امتحان عادي فبارعا خمس أسئلة عبارات صح وغلط ده سؤال أول سؤال تاني سؤال مقالي وهنقول يعني إيه سؤال مقالي زي ما أخدنا كده الرقابة أهدفها أنواعها ده اسمه سؤال مقالي نوع ثالث من الأسئلة بما تفسر زي ما قلنا برضو بما تفسر أهمية الرقابة بما تفسر فوائد التنسيق أو اللجوء إلى التنسيق بما تفسر وفيه سؤال تاني بيبقى اشرح بالرسم فقط وشفنا نوعيات الرسومات الموجودة عندنا زي هرم مسلو زي العلاقة ما بين الوظائف ووظائف الإدارة ووظائف المنشأة وآخر سؤال قارن في شكل جدول وزي ما شفنا كده لو بتقارن ما بين القيادة والإدارة أو المدير والقائد أو نوع من أنواع السلطة الرسمية وغير الرسمية وهكذا تمام؟ طيب نبتدي بقى المحاضرة بتاعتنا الأخيرة وهي بتتكلم عن مهارات خفيفة كده ومش هتلاقوها صعبة أول حاجة عندنا مهارات الاتصال الفعال ودي أهم مهارة موجودة في الحياة العملية والعلمية والاجتماعية في البيت في أي حتة في الدنيا مهارات الاتصال الفعال حاجة عرف الاتصال الاتصال عبارة عن تبادل معلومات ما بين شخصين أنا وانتو أو أكتر بين ثلاثة عن طريق خلق تفاهم بين الرسل والمرسل إليه تمام كده؟ من الكلام اللي موجود ده قال لي أني أنا عندي شوية معلومات عايزة نقلها الواحد تاني هنقلها له إزاي؟ بالتليفون؟ جايز بإيميل؟ جايز بالبريد؟ ممكن برسالة؟ اهتمال؟ واتساب؟ كل وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة عندنا عن طريق محاضرة زي دي برضو دي وسيلة من وسائل الاتصال يبقى إزا عرف الاتصال هو تبادل معلومات بين شخصين أو أكتر وذلك عن طريق خلق تفاهم ما بين الرسل والمرسل إليه بعد كده إيه مقومات أعملية الاتصال؟ بيقول لي مقوماتها مقوماتها يعني إيه؟ حاجة كده مخليها قوية وجمدة وتنفع وتؤدي للهدف بتاعها يبقى أولها بضوح الفكرة في ذهن صاحب الرسالة أنا دلوقتي وأنا جاي أتكلم معاكم حتى ورقة على جنب كده بقول أنا عايز أقول للولاد دول إزايكم؟ وعايز أقول لهم الامتحان أسئلته شكلها كذا وعايز أقول لهم طريقة الأسئلة وأنا بعمل لسلايدز وعايز أقول لهم المحاضرة المطلوبة وفي الآخر أحييهم وسلم عليهم كل ده يبقى أنا الفكرة واضحة في ذهني إنما ما جيتش متكركبة كده وعمل أتكلم وخلاص وأنا مش عارفة أقول إيه لازم تبقى محضر فكرة في ذهنك عشان تعرف توصل الحاجة اللي إنت عايز تقوله تاني حاجة قال لها تعترض رسالة عوائق دلوقتي الإنترنت فصل النور تقطع اللابتوب مش مشحون أنا جت لي شرقة في حد قبط علي أو إمني عايزك فورا كل دي بتعترض الرسالة مجموعة من العوائق مش إحنا قلنا إن المحاضرة دي تعتبر نوع من أنواع الاتصال طب مش إحنا معرفناش ناخد المحاضرة يوم الجمعة اللي فات علشان حصل إيه عائق أهو العائق ده بنقول لو اعترض الرسالة هتبقى مش حلو القدرة على تنفيذ ما بالرسالة أنا بقول هبتدي المحاضرة كذا وهقول فيها طريقة الامتحان وهلخص فيها كذا وهقول شكل الأسئلة قمت نفست يبقى في قدرة على تنفيذ ما بالرسالة اللي أنا قلتها دخلت الامتحان لقيت أسئلة تانية خالص يا خبرة جيار ما قمتش بتنفيذ الرسالة إذا أنا عملت الاتصال ما بيننا ما فيش أي نوع من الأمانة تمام القدرة على استعاب المعنى أنا بتكلم عربي وإنت بتكلم عربي إنما أنا قلت لك الكلام بالإنجليزي طب وبعدين هتفهموا إزاي ما فيش استعاب للمعنى حصل مشكلة في الاتصال طيب إيه كمان الاستعداد لاستقبال الفكرة أصلا الفكرة مش مقبولة عندك طب أنا يعني لما أقول إيه ولا كإني بقول حاجة لأن أنت ما عندكش أساسا استعابات استعداد تستقبل الرسالة القدرة على نقل الفكرة يا ترى اللي بيقول الفكرة ده مقتنع بيها عارف ينقلها عنده القدرة على توصيل المعلومة برضو دي مشكلة من المشاكل اللي ممكن تقابل الاتصال من جوه الست حاجات دول وإحنا لسه ما دخلناش في بقية الاتصال نعرف نقسمهم وضوح الفكرة في زهن صاحب الرسالة أنا صح القدرة على تنفيذ ما بالرسالة أنا أنت بقى القدرة على استعاب المعنى أنا وإنت أنا قلت بطريقة صح وإنت استوعبتها استعداد لاستقبل الفكرة حضرتك القدرة على نقل الفكرة أنا قال لها تعترض الرسالة عوائق حاجات خارجية بقى بيئية غصبا عننا أنا وإنت تمام كده يبقى إذن هناك مقومات لعملات الاتصال هي الست حاجات دول أقدر أقولهم في عبارات صح وغلط أقدر أقول وضوح الفكرة في زهن صاحب الرسالة هي أهم مقومات عملية الاتصال فقط أقوله غلط لأنهما ستة واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة يقول لي من مقومات عملية الاتصال ووضوح الفكرة قال لها تعترض الرسالة عوائق القدرة على التنفيذ ما بالرسالة كل ما سبق يبقى كل ما سبق وأنت ليه يا دكتور حنان كل ما بتتكلمي تقولي طريقة السؤال صح وغلط واختيار من متعدد ليه وليه بتقولنا كل شريحة تعدي عليك أعمل فيها سؤال صح وغلط واختيار من متعدد أقولك ليه مش احنا بنقول تعترض الرسالة عوائق مش المحاضرة اتفقنا أن هي اتصال يبقى ممكن تعترضها عوائق ممكن طيب لنفرض أن الرسالة اللي أنا بقولها والمحاضرة اللي أنا بقولها جينا في الآخر امتحنا بطريقة معينة طريقة دي كانت اختيار من متعدد وصح وغلط يبقى حضرتك عندك الطريقة العادية القديمة اللي بنمتحن بيها اللي احنا قلنا عليها طريقة أسئلة صح وغلط وأسئلة مقالية وسؤال اختيار من سؤال قارن في شكل جدول وسؤال اشرح بالرسم فقط وسؤال بما تفسر دي الطريقة التقليدية إنما لو قلبنا على طريقة تانية وهيتم إبلاغكم بدا إنها تبقى عبارات صح وغلط واختيار من متعدد ولذلك لما بمسك الشريحة بقول عليها سؤال عادي وبقول عليها أسئلة صح وغلط واختيار من متعدد طيب عناصر عملية الاتصال الله فاكريني وإحنا بنعرف الاتصال قلنا هنقول معلومات هتوصل من واحد تروح للتاني بغرض معين تمام ولما تكلمنا على المقومات قلنا حاجات عليك أنت المستقبل وحاجات علي أنا الرسل وحاجات حوالينا من اللي بتحصل تمام فعناصر عملية الاتصال بالزبط زي زمان كده كنا بنبسك كوبايتين فلاستيك وبينهم خيط فاكرين واحد بيمسكها يتكلم واحد بيحطها على ودنه يسمع متخيلين الوضع ده بالزبط كده عناصر عملية الاتصال متصل اللي هو الرسل اللي هو أنا مستقبل اللي هو المرسل إليه اللي هو حضرتك موضوع الاتصال اللي هو الرسالة محاضرة النهاردة وسيلة الاتصال هنا طريقتين سمع سمعني وفي نفس الوقت بتقرأ اللي مكتوب قدامك اللي أنا حطاه وسيلة الاتصال بمحاضرة أونلايم ودكتورة بتتكلم نتيجة الاتصال بقى آه دي مش مضمونة بس ان شاء الله تبقى كويسة لأن انتو مش بتردوا علي لو بتردوا عليك وتقول لي لأ فهمنا فهمنا نتيجة التطسق إحنا فهمين لأ عيدي الحتة دي تاني ولذلك هتلاقوني ساعات بكرر حاجات خوف من ان نتيجة الكلام مش مفهومة بالنسبة لكم فبضطر أعيدها وانا مش عارفة هي مفهومة ولا لا يبقى لازم أقول عناصر عملية الاتصال متصل مستقبل موضوع اتصال وسيلة اتصال ونتيجة الاتصال نتيجة الاتصال دي بنسميها التغذية المرتدة بالمعلومات اللي هي الفيدباك اللي هي لو أنا قلت أنا عندي منتج نزلت السوق سألت الناس قالوا سعره غالي هي دي النتيجة تغذية مرتدة بالمعلومات ترجع تقولي يا جماعة نزلوا السعر سألت الناس قالوا المنتج الجودة بتاعته وحشة أرجع أقولي يا جماعة التغذية المرتدة بالمعلومات بتقول اللي هي النتيجة غزوا المنتج بمادة خام أحسن من دي تمام كده يبقى كده عناصر عملية الاتصال هي زي ما احنا شايفين كده اشرح بالرسم فقط عناصر نظام الاتصال أو عملية الاتصال هقول مرسل أهو الدكتورة اللي كاب بتتكلم الرسالة اللي هي المحاضرة اللي كاب بتقولها عن الاتصالات الوسيلة استخدمت الباور بوينت والصوت عن طريق الانترنت المستقبل أيوة قالت إن إحنا المستقبل تمام ودي اهيه الفيدباك أو التغذية المرتدة بالمعلومات اللي هي النتيجة بتاعت الاتصال هترجع تاني تقول يا مرسل الناس مش فهم عيد تاني مستقبل مش مبسوط اهو مشيت كده لغاية ما رجعت تاني للمرسل هيحسن الكلام هيتكلم بطريقة تانية هيرسم بدل ما بيشرح وهكذا تمام وفي بيئة خارجية محيطة اللي احنا قلنا عليها سياسية اقتصادية اجتماعية تكنولوجية قانونية ثقافية كل دي بيئة خارجية تس Wellington على عملية الاتصال وزي ما احنا شايفين كده ممكن يجي لك سؤال مقالي يقول لك ما معنى الاتصال وما هي عناصره وما مخووماته ولسه اللي جاي في بقية الاتصال اللي بداسمه سؤال مقالي او يقوللي اشرح بالرسمة فقط عملية الاتصال عناصر عملية الاتصال او نظام الاتصال اهي دي الرسمة اللي بتشرح بالرسم فقط طيب ن serving عناصر مهارات الاستماع انت كنت بتتكلم دلوقتي على الاتصال على بعضه هو الاتصال ده ايه؟ بسمة وبعدين انصت تمام كده؟ يبقى انا محتاج مهارة اسمها مهارة الاستماع في حاجات فيها شفاهية وفي حاجات فيها غير شفاهية ايه الشفاهية دي؟ شفاهية هي؟ جاية من انها مش قدامي اهي عناصر مهارات الاستماع الشفاهية الفاظ وصياغات ايوة الدكتور قالت تغذية مرتدة بالمعلومات ادي اهي لفظ وصياغة دي عناصر شفاهية توجيه المناقشة لو احنا عاديين قدام بعض وهنتناقش هتبقى عناصر شفاهية التصرف نتيجة ده عجبني او ما عجبنيش عناصر شفاهية الصوت الصوت التون بتاعي وانا بتكلم بيعلى وبيوطى على حسب الحاجة اللي انا بتكلم فيها بقول حاجة مهمة بقول حاجة مؤسرة بقول ايه؟ فالصوت ده يعتبر عناصر شفاهية نيجي للعناصر غير الشفاهية حركة الجسد والأيدي واحد بيشاور كده متضايق فبتلاقيه بيتحرك بحصبية كده وعمال يودي ايده يمين ويودي ايده شمال جسمه بيتنفض ده عناصر غير شفاهية انما انا بشوفها حركة الجسد والأيدي تعبيرات الوجه واحد مبتسم واحد غطبان قفل حواجبه واحد تاني بيعمل كده بدماغه اه فاهم ايماء بالدماغ يبقى اذا تعبيرات الوجه وحركة الجسد والأيدي المناخ والبيئة عناصر غير شفاهية وبرده عناصر مؤسرة فينا يبقى عناصر ومهارات الاستماع ما هي عناصر ومهارات الاستماع هقول عناصر شفاهية وعناصر غير شفاهية قول واحدة فيهم هقول واحدة فيهم يا اما يقول لي قارن في شكل جدول ما بين عناصر الشفاهية والغير شفاهية لمهارات الاستماع هقولها يا اما تيجي في شكل هقول من عناصر مهارات الاستماع الشفاهية تعبيرات الوجه يبقى غلط من عناصر مهارات الاستماع الغير شفاهية توجيه المناقشة يبقى غلط او اني اقول عناصر مهارات الاستماع الشفاهية هي الالفاظ توجيه المناقشة التصرف العملي الصوت كل ما سبق يبقى كل ما سبق تمام كده نيجي بقى بعد كده لعملية اتخاذ القرارات المكتبية خدوا بالكم نحن نهينا عملية الاتصالات وقلنا انها ممكن تبقى سؤال مقالي وممكن يجي فيها مقارنة وممكن يجي اشرح بالرسم في عناصر عملية الاتصال وكمان قلنا عبارات صح وغلط واختيار من متعد نيجي لعملية اتخاذ القرار ودي حاجة مهمة للدن واتخاذ القرارات لو تفتكروا لما كنا بنقول الهرم اللي كان عندنا اللي فيه المدير بتاع الادارة العليا والادارة الوسطى والادارة التنفيذية كل واحد في دول عنده نوع من انواع القرارات واتمنى ان يكون بتكتبوا على جنب الكلام اللي احنا بنقوله ده لنفسكم فبنقول ان الادارة العليا القرارات بتاعتها قرارات استراتيجية تمام؟ فإذا كل القرارات الاستراتيجية تخص الادارة العليا بعد كده الادارة الوسطى قراراتها تكتيكية بتقسم الاستراتيجية لتكات كده صغيرة تعمل سياسات عشان تشتغل بيها وبعد كده الادارة الدنيا قراراتها قرارات تنفيذية إذا اتخاذ القرارات اخد بالي انه على تلات مستويات الادارة العليا والادارة الوسطى والادارة الدنيا وكل واحد فيهم له قرارات تخصه استراتيجية تكتيكية وتنفيذية بيقول لي ما هي مراحل اتخاذ القرار بالرسم او زي ما هي مراحل اتخاذ القرارات هتكتبها 1 2 3 4 اشرح بالرسم فقط هرسم له هقول له اتخاذ القرار يبدأ من خد بالك طالما مراحل اتخاذ القرار تبقى مترتبة اولها تحديد المشكلة والموقف تانيها اجمع وحلل وقيم البيانات المتعلقة بيه تالتها تحديد كافة البدائل والحلول المختلفة للمشكلة والموقف بعد كده اقيم البدائل واختار افضلها ثم اتخذ القرار يبقى اذا عندي 1 2 3 4 5 مراحل لاتخاذ القرار يبقى اذا لو قال لي اشرح بالرسم فقط مراحل اتخاذ القرار هقول له ادي 1 2 3 4 5 ماشي هايقل لي ما هي مراحل اتخاذ القرار هقول له تحديد المشكلة تجميع وتحليل وتقييم تحديد كافة البدائل تقييم البدائل ثم اتخاذ القرار هايقل لي فيه اختيار من متعدد مراحل اتخاذ القرار هي تحديد المشكلة او الموقف عبارة تانية يقول لي تنتهي مرحلة اتخاذ القرار بتحديد المشكلة او الموقف اقول له لا غلط دي اول مرحلة من المراحل خلاص كده يبقى احنا عرفنا في اتخاذ القرارات مراحل اتخاذ القرارات بالرسم فقط او مراحلها 1 2 3 4 او اختيار من متعدد وعرفنا كبه ان القرارات بتاعتي تبع الادارة العليا يبقى اسمها استراتيجية تبع الادارة الدنيا تبقى تنفيذية تبع الادارة الوسطى تبقى تكتيكية نيجي بقى اخر حاجة عندنا في المحاضرة دي والكتاب كله وهي اهم حاجة في حياتنا مهارات ادارة الوقت الوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك الوقت اللي بيعدي مش بيرجع الوقت مش بيتعاد خلص يبقى خلصت اليوم خلصت الساعة ضاع الوقت بتاعك فمش هيعمل حاجة انك انت تقعد تقول يا ترى طب واعمل ايه طب وبكرة طب ما انا مش هلحق خلص خلاص يبقى لازم يبقى عندي مهارة لادارة الوقت طيب الوقت اغلى ما فيه بنيجي نقول ايه هي الحاجات اللي بتهدر الوقت اربع حاجات اربع حاجات فيه حاجات اجتماعية فيه حاجات صحية ونفسية فيه حاجات تتعلق بالعمل وفيه حاجات شخصية اول حاجة فيهم العادات الاجتماعية ايه ده؟ مين اللي بيقبط ضيف جي فجأة واخد معاد مش واخد انت بتشتغل فاشتغل لا 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 لم الشغل دلوقتي بقى وقعد مع الضيف ازايك وازاي ولادك واخبارهم وعملين ايه وقعد اشرب شاي طب انت فترته ولا لأ ايا اخي ده انت وحشني من زمان الله هتوعد كده وتضيع الوقت وتهدره اه خلاص يبقى ايزا عندك عادات اجتماعية سلبية سيادتك بتضيع الوقت فيها نمرة اتنين تقاليد اجتماعية قاعدين بالليل يلا يا جماعة شان نقوم ننام يا دوبك نحط دماغنا الحق بسرعة عم الجه يلا نحضر عشا افرد الصفرة لا احنا خلاص اي مين راحين الشغل الصبح طب ايه دول جايين ازاي كده بالليل تقاليد بقى يا جماعة عاداته وتقاليد ما نقدرش نمشي الناس تعال انت بقى مع واحد اجنبي لما تكون انت مين انت واخد معاد لا مش واخد معاد خلاص ما انتش داخل فاهمين ازاي التقاليد الاجتماعية اللي بتباوز الدنيا دي النزاع الاسري كتير بقى مننا دايما كان يخش علينا لو تفتكروا مدرس في المدرسة احنا صغيرين مكشر عواجبه 111 متضايق متنرفز عمالي زعق ويشتم اه متخانق مع امراته مش ده اللي احنا بنقوله مش كده او لو هي مدرسة هنقول جزها منكد عليها هو ده النزاع الاسري اللي بيعمل حاجات فيها مشاكل تهدر الوقت يبقى ده الجانب الاجتماعي نيجي السحة النفسية ملان زهقان مش عارف اعمل ايه عمال اضيع في وقت ساعة ورد تانية ورد تالتة طب استنوا لما اصبت دماغي كده طب ايه اللي هيضيع الملل ده هاكل شوية لب لا 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 استرها هاشرب قهوة هتعدل دماغي بقى كوباية نسكة فيك كده ملهاش حل خلص راح الوقت خلصت الانتظار انتظار في مكان عشان اركن في اوتوبيس متأخر في دكتور اتأخر على المحاضرة في عيادة وضيع لي الوقت والاخر الدكتور اعتذر كل الانتظار بيهدر الوقت الحالة الصحية عيان سخ طب وبعدين مش قادر اشتغل دماغي مصدع كل ده بيضيع الايه الوقت ويهدر الوقت نيجي عوامل بقى تتعلق بالعمل زيارات غير مخططة يلا يا جماعة عشان احنا رايحين دلوقتي نزور المصنع مش عارفة فين 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 طب ده احنا عندنا شغل لا 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 سيبي اللي في ايدك دلوقتي يقوم يلا جماعة عشان احنا عندنا زيارة من البنك المركزي من الرقابة الادارية من التعباية والاحصى من المجلس المحاسبات طب احنا عندنا حاجات بنعملها وعندنا اجتماع لازم نخلط لا 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 سيبي اللي في ايدك دلوقتي ولا تقرير ولا حاجة الوقتي عندنا زيارة مفاجئة ترين ترين تليفونات عارضة هرد هتكلم هتخانق هلولي موضوع عكر مزاجي ضيعت الوقت اخد بالي بشتغل ما ردش عالتليفونات الشركات الاجنبية بتعمل كده ممنوع استخدام الموبايل اصلا جوه المكان الازمات المفاجئة اللي بتحصل زي الازمة اللي احنا تعرضنا ليها اليومين بتوع المطرة وقالوا اعصير وقالوا 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 الناس قعدت وخافت وترعبت اهضرت الوقت ولا لا اهضرت الوقت دخلنا بعدها كورونا اللي بيحصل وده وعادته في البيت واحنا بنحضر المحاضرات زي ما انتوا شايفين كده عشان نبعتها لكم على الانترنت لو مر يعرفناش نرجع تاني ازمات مفاجئة بتهدر الوقت الشخصية كسلين ضيع وقته ما عندوش اي انضباط ذاتي انغاب القط لعب يفار ست طفل الصغير كده واحد لعبي مامتو مش موجودة خلاص راح الوقت كله التعود على ترك العمل مش قادر ما بحبش قعد فترة على بعضها ما بقدرش احط مفاتيحي ونضرتي والجاكت وانا مش موجود فين عند فلان في المكتب فين عند علان في المكتب وبعدين ومين اللي يشتغل شغلك يبقى ازا هناك عوامل تهدر الوقت اللي هو كنز واللي هو اهم حاجة في حياتنا قد تكون اجتماعية زي عدتنا السلبية زي التقاليد الاجتماعية زي النزاع الاسري وقد تكون صحية ونفسية زي الشعور بالملل والانتظار والحالة الصحية وقد تتعلق بالعمل زي الزيارات غير المخططة والتليفونات العرضة والازمات المفاجأة والاجتماعات الكتيرة لورا بعضها وقد تكون شخصية زي اني انا كسلان زي اني انا ما عنديش اي انضباط نفسي ولا رقابة ذاتية على نفسي زي ان انا متعود اصلا ان انا اسيب الشغل وقوم او اروح بدري واخد ازنين تمام؟ السؤال ما هي عوامل اهدار الوقت؟ ما تقول اجتماعية صحية نفسية تتعلق بالعمل شخصية وتقول اللي تحتها تمام قارن ما بين العوامل الاجتماعية والصحية او الاجتماعية واللي تتعلق بالعمل او الاجتماعية والشخصية نوع من الأسئلة يبقى إذا المقارنة أو ما هي أو أني أنا أقول هناك عوامل لإهدار الوقت ما هي هتقول لي اجتماعية صحية تتعلق بالعمل شخصية ووضح وحدة فيهم هتوضح وحدة فيهم تمام؟ طب الأسئلة بقى الصحة والغلط هقول من عوامل إهدار الوقت الاجتماعية افتقار الانضباط الذاتي هتقول لي غلط أن دي من العوامل الشخصية مش الاجتماعية من عوامل إهدار الوقت التي تتعلق بالعمل النزاع الأسري أقول لك غلط لأن دي اجتماعية تخصني أنا تمام كده؟ أو أني أقول من عوامل إهدار الوقت الاجتماعية عدد سلبية تقاليد اجتماعية نزاع أسري كل ما سبق هتبقى كل ما سبق أو أني أقول لك عوامل إهدار الوقت الاجتماعية الآتي فيما عدى وأقول لك عدد سلبية كسل تقاليد اجتماعية نزاع أسري لا شيء مما سبق هتقول لي الكسل في الشخصية مش فيه الاجتماعي وكل واحدة فيهم اعملها اختيار من المتعدد وعبارات صح وخطأ تمام كده طيب او يجي السؤال يقولك بما تفسر اهدار الوقت هقوله افسره ببعض العوامل الاجتماعية وبعض العوامل الصحية وبعض العوامل اللي تعلق بالعمل وبعض العوامل الشخصية واسكر له اتنين في كل واحدة منهم تقييم الاجتماعات الاجتماعات دي حاجة مهمة قوي ولازم اخد بالي منها هل يطرى الاجتماع مفيد هل تمكنت من قول كل اللي انا عايز اقوله في الاجتماع هل انت راضي عن كيفية ادارة الاجتماع هل يطرى ماهو مش الاجتماع ده وسيلة من وسائل الاتصال اي وسيلة من وسائل الاتصال هل يطرى تعرف ما يتوجب عليك فعله نتيجة الاجتماع يعني النتائج اللي وصلت لها فهمتها كتبتها ايتها هل لديك تعليقات اخرى يبقى ايزا لو انا عندي اجتماع والاجتماع ده وسيلة من وسائل الاتصال وانا عايزة اقيمه فلازم اجاوب على الاسئلة دي هل كان مفيد ولا لأ هل تمكنت على قول ده هل انت راضي عن الاجتماع ايه اللي هيحصل نتيجة الاجتماع التعليقات بتاعتك كل ما كان نعم 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 يبقى تقليمك الاجتماع ممتاز كل ما كانت الاجابات لا 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 يبقى الاجتماع ما جابش النتيجة بتاعته اخر حاجة عندنا في الاجتماعات او في المحاضرة كلها او في المنهج كله اسباب فشل الاجتماعات بما تفسر فشل الاجتماعات سؤال ما هي اسباب فشل الاجتماعات سؤال او صح وغلط اقول عدم وضوح الهدف فقط او اقول ثلاث اربعة منهم واقول كل ما سبق في اختيار من متعد طيب بيقول لي عدم وضوح الهدف ما طبيعي مش احنا لو ما عندناش هدف للاجتماع والهدف مش واضح الناس هتتخانق مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده مش هيوصلوا لحاجة اصلا تمام؟ في تقييم الاجتماع قالك وصلتوا لايه؟ ما احنا لو عندناش هدف هنعرف نوصل لايه؟ ما فيش عدم التخطيط الكافي للاجتماع ما خططناش كويس قبل ما نعمل الاجتماع فما وصلناش لحاجة اختيار وقت غير مناسب للاجتماع انا عندي اجتماع لسه راجع منه انا لازم اسلم تقرير مهم انا عيان وقت اجازة وعمل اجتماع كل ده وقت غير مناسب عدم حضور المشاركين في الزمان والمكان رحت في مكان تاني وفضلت قاعد مستني راح على الاجتماع رحت متأخر ما وصلتش وقت الاجتماع راح مني نص الاجتماع كل ده فشل للاجتماع عدم اهلية المشاركين عدم اهليته مش معناها انه هو غير اهل يعني مخه مش مش على مخه على قده لا 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 عدم اهليته يعني معناه مش اللي مفروض يحضر الاجتماع يعني لو انت بتتكلم في اجتماع للادارة العليا يبقى كل اللي موجود ادارة عليا ماينفعش قاعد حد في النص لاني لازم هيبقى في انتقادات وفي حاجات ماينفعش حد يسمعها انا في الادارة الوسطى حاجات كلها بينية ما بيننا ما بين بعض لو حد قاعد من من البقيين اللي فوق هتبقى مشكلة كبيرة لو احنا بنتخذ قرارات للناس اللي في الادارة الدنيا واقعدت حد معايا هيروح يقول لهم هتبقى مشكلة فيبقى فشل في الاجتماع يبقى عدم اهلية المشاركين اخر حاجة لانشغال اثناء الاجتماع بغير جدول الاجتماع واحد بيتكلم وبعدين افتكر حاجة معينة راح داخل فيها ونسي القصة اللي هو فيها فكده اصبح منشغل بغير جدول الاجتماعات او جدول الاعمال بتاع الاجتماع فبحنا انا اه محدد اهدافي وحطت جدول للاعمال كويس بس انشغلت اثناء الاجتماع بحاجة تانية قركت عن الموضوع فما وصلناش لحاجة من نهى فبازداء بكتالي الاجتماع فشل بالزبط كده زي ما دكتور يجي يشتغل في محاضرة وهو بيشتغل في المحاضرة فطالب يسأله يقول له يا دكتور هي النتيجة هتظهر امتى ده كده حتى حرام وبيعملوا فينا في الامتحانات والملاحظين شداد علينا ومعرفش ايه وينساق ورا الطالب ويفضل يتكلم 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 ومحاضرة راحت والوقت بتاعها راح وما عملناش حاجة خالص فزي ما انتو شايفين كده هناك طريقة لتقييم الاجتماعات وهناك اسباب لفشل الاجتماعات ممكن تتسئل ما هي اسباب فشل الاجتماعات او بما تفسر فشل الاجتماع او يقول لك عدم وضوح الهدف هو سبب الوحيد الوحيد لفشل الاجتماعات وكلمة الموحيد بتبوز العبارة وتخليها غلط او اني انا اقول من اسباب فشل الاجتماعات عدم وضوح الهدف وعدم التخطيط بغض النظر عن اختيار الوقت المناسب لالاجتماع وبردو العبارة خطأ يبقى اذا عندي مجموعة من المهارات زي مهارة اتخاذ القرار زي مهارة ادارة الوقت زي مهارة ادارة الاجتماعات كل دي مع اني انا اكون عارف الادارة بتاعتي والتنظيم بتاعها والتنسيق واتخاذ القرار والتوجيه وكل دول مع بعض بيعملوا في المستويات كلها وفي الوظائف كلها علشان خاطر القائد بتاعي او المدير بتاعي مع الاختلاف ما بينهم ان هما يمشوا المركب بتاعتنا علشان توصل في الاخر للهدف اللي احنا عايزينه وكان كل ده بيهمنا فيه ان يبقى فيه اتصال جيد ما بين الناس دي كلها عشان يتم التنسيق وعشان المعلومة توصل صح وما يبقاش فيه سوق تفاهم او اختلاف في وجهات النظر كده نبقى خلصنا المحاضرة وخلصنا المنهج بتاعنا في التلات محاضرات واتمنى ان انتو ما تنسوش ان انا قلت ان انتو ناس انا بتشرف بيه التدريس ليهم لان انتو بتسيبوا وقتكو الحلو بتاع الاجازة وتضحوا بيه في سبيل ان انتو توصلوا لمركز وتشتغلوا على نفسكو وتحسنوا من نفسكو فده شرف ان احنا ندرس لكم اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا في التلات محاضرات ولميتوا المنهج وقدرتوا تعرفوا لو احنا امتحاننا امتحان عادي هيبقى بطريقة صح وغلط اشرح بالرسم فقط سؤال مقالي بما تفسر قارن في شكل جدول يبقى خمس طرق للأسئلة قلبنا الطريقة وهنقول لكم الكلام ده هيبقى صح وغلط واختيار من متعدد وهيبقى بدون تعليق اتمنى لكم الخير كله في كل المواد وفي كل حياتكم واشوفكم على خير بإذن الله كان معاكم دكتور حلان حسين مدرس إدارة الأعمال وكلية التجارة جمعتين شمس كل سنة وانتو طيبين ترجمة نانسي قنقر